اخبار اليوم حاجات كتير ربنا يجعله رمضان كريم علينا وعلى أمه الإسلامية حاجات كتير كتير يجب ان نتحدث عنه أول قنواتها السابقة هي المسارع وقنواتها الأغاني تأتي لتعدي العلانات التي يجب علينا عائلنا الصغيرة احنا ممكن في العمل أمتهم مشغولة يجب علينا الآن وانها المكانة على السيطاليات المناظر الخليع التي نرى هاتفها لازم يبقى فيرقابة اذا شود برامج الأغاني خالص ولا رأس والشيء منذ الشعر مفترق ويجب برامج دينية ولا مسلسلات برضو فيها عاريات والكلام ده ده أشياء ما بحبهش مش بس في رمضان في كل سنة طول السنة المفوضة الإعلام يطلع بزورة محترمة بحيس أن يعني يبقى يشرف مصر وما يظهرش أي حاجة فيه خنقات ولا ضرب ولا حاجة أمرنا ما شفنا في الإزاعة الخارجية أي إزاعة خارجية ما شفناها فيها حيزة كان خالص ده يدل على أن أحنا لسه ثقافتنا موسطتش الأبسط شيء في العالم الكذب إحنا بعين الوقت ممكن حد يسمع خبر من غير ما يتأكد منه فبيزيعوا بكل تفاصيله اللي هو سمعها مش شافها فإحنا بعيننا بنشتغل على السمعيات أكتر أكتر ما هي أو الحاجة اللي إحنا بتشوفها بعينينا اللي إحنا ما ما عدناش بنتأكد ما عدش عندنا حقيقة التأكد بقى عندنا يعني نسمع ونبني قصيدة عاللي إحنا سمعناه بس طبعا الجانب الديني اللي إحنا مفتقدونه حاليا لأن دلوقتي الإعلام يعني المسلسلات اللي بتيجي في رمضان غير خاصة برمضان خالص مش الجو الرمضاني خالص مش حالا بشوف كل الإسفاف وكل الحاجات اللي هي مسلسلات عارية وبرامج الأستاذ توني والناس القاهرة والناس الجريئة حاجات كده بصراحة ما تبشيش مع رمضان بتاعنا إحنا كمسلمين وكأحفاد لعمر بن فتر أنا بحب أتفرج على المسلسلات بس بحبش أتفرج على برامج ولا حاجات يعني بس المسلسلات أكتر بس موسيقى